السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ازايكم يا احلى متابعين وصفتنا النهاردة وصفة جديدة ان شاء الله سهلة والكل هيا رفي عملها يلا بينا على المأدير زي منتوا شايفين المأدير اللي عندنا دي عندنا كبايتين دي وعندنا كبايتين لبن حليب او لبن وعندنا كبايت كاكاوخام وعندنا كبايت زيت واربع بضات او خمسة صغيرين وعندنا كمان كبايتين سكر وعندنا معلقة بيكم بودر وده كاكاو اللي انا استعملته والحليب اللي انتوا شايفين وده اللي مبكت دلوقتي هنجيب شاف الخلاط وهنجيب اول حاجة هننزل بيها اللي هما كبايتين الحليب اول كباية هننزل بيها زي ما انتوا شايفين كده وهننزل بالكباية التانية كمان وهنحط كمان كبايتين السكر وهنحط كباية الكاكاو الخام هناخد التلات مكونات اللي انتوا شايفينهم دول مع بعض وهنعملهم بالخلاط حوالي تقريبا اربع دقايق وبعد كده احنا جيبنا كباية الزيت زي ما انتوا شايفين كده وهنحطها على الخليط اللي احنا عملناه علشان نكون ايه سوس تقيل و ايه عشان ايه نزين منه الوش الى الكيكة وبعد كده احنا خلطناهم حوالي دقتين مع الزيت زي ما انتوا شايفين كده والخليط بقى ايه متماسك وتقيل وسميك هنجيب بولة او هنجيب طبق وهناخد نص الخليط ده زي ما انتوا شايفين هنقسمه نصين خلاص على كده هناخد النص اللي احنا اسمناه وهنحطه في التلاجة يتماسك اكتر هنجيب البيض وهنحطه على باقي الخليط وهنعمله على الخلاط 3 دقايق تقريبا او لغاية البيض ما يختفي خالص ويتكون معانا ايه عجينة زي ما احنا متعودين عليها او خليط زي ما احنا متعودين عليه طبعا عندنا دلوقتي البولة اللي فضل فيها الدقيق هنجيب معلقة بيكم بودر وهنحطها على الدقيق وبعد كده هننزل بالخليط حبة بحبة ونقلب في الخليط لغاية لما ايه كل المواد او المكونات اللي معانا تتمزق كويس زي ما انتم شايفين في نص بتعمل الكيك على المضرب كهربائي وده اريح وده احسن طبعا وما بيخليش اي تكتلات خالص فاحنا دلوقتي هنعمله على قدينا بس هياخد ايه فترة معانا جامدة وزي ما انتم شايفين كمان الخليط سميك شوية هياخد معانا وقت واحنا بنضرب فيه او واحنا ايه بنخلط فيه او بنمزج المواد مع بعضيها زي ما انتم شايفين كده حطينا الخليط كله ونزلنا في السائل في الخليط كله ودلوقتي جاعدين بنخلط فيه على ادينا زي ما انتم شايفين بالمضرب اليدوي الخليط معايا السميك انا مش هزوده اي حاجة خالص بس ايه هطول بالي عليه وانا بخلط فيه كل ما اخلط فيه هلاقي كتل طلع معايا كل ما اخلط فيه هلاقي كتل طلع زي ما انتم شايفين كده تقريبا اخد معايا حوالي عشر دقايق وانا عما لاقي اخلط فيه كويس لما تأكدت تماما انه خالي شوفوا زي الخليط سميك بدليل على انه ايه لسه المواد كلها ما عملتش معايا كلها ما زلتي بخلط في الخليط كويس زي ما انتم شايفين لانه فيه كتل كتير بتقابلني زي ما انتم شايفين كده الواحد لازم يطبو الباله شويتين هو كل ما كان المضرب الكهربائي للليلكيكات بيكون احسن زي ما انتم شايفين كده وبنكرر العملية كتير لغاية لما نتأكد ان هو خالي تماما من اي تكتلات بصوا ازاي بصوا ازاي التكتلات عمالة بتطلع وما زلتي بخلط بالخليط برضو بس كل ما فيه الخليط يعني ايه بيخف شوية قوامه ليه لان المواد كلها بتتداخل تتجانس مع بعضيها زي ما انتم شايفين كده عاوزة مجهود بصوا يعني الخليط كله هاي دلوقتي يجهز معانا وبقى خف من الاول زي ما انتم شايفين كده جيبنا صانية مثلا مقاس تمانية وعشرين او ستة وعشرين حسب الارتفاع اللي انت عايزها هنفضل الخليط في الصانية كأننا بنعمل الكيك العادية نفضل لغاية لما نفضي كل الخليط اللي في البولة طبعا انا دلوقتي من ساعة ما ابتدت اخلط في الخليط انا مشغل الفرن على درجة حرارة مية وتمانين وهنحط الصانية بالفرن على رفو اوسط على درجة حرارة مية وتمانين كأننا بنعمل الكيك العادية زي ما انتوا شايفينها كده وهراح راح تاخد بالفرن ان شاء الله زي الكيك العادية ساعة لربع اللي ساعة وبتهيق اقل دلوقتي زي ما انتوا شايفين الكيكة اخدت معايا وطلعت فانا ايه مجهزة نص كباية لبن باردة عادية يعني مش سخنة ولا حاجة والصانية طلع معايا سخنة عملت فتحات وشقوق كده في الكيكة وحطيت الخليط ده عليها عشان تتشرب وططرة معايا اللي هو اللبن وبعد كده ايه جبت الصوص اللي انا كنت حطاه في التلاجة اللي احنا اسمناه وعدت دهن في الوش طبعا انا لسه بدهن في الوش كده زي ما انتوا شايفين وبحط الصوص كله على الوش ما تخفوش مسلا تقولوا ده زيادة او ولا حاجة لا ايه تعمل طبقة كده وبس نحطها في التلاجة بتتماسك وبتبقى جميلة وحلوة وعلشان الكيكة مثلا زي ما انتوا شايفينها سخنة زي ما هي يعني احنا اشتغلنا فيها على طول ساعة ما طلعناها او خرجناها من الفرق فطبعا ايه راح شايفين الشوق اكيد انتوا باين معاكم بتشرب كده بتنزل في جوة الكيكة من جوة ده اللي بديها التراوة وبيديها الطعم اللي انتوا شايفينه ده اللي هو الايه اللي عامل زي الشوكولاتة ان شاء الله بس اتجربوا كيكة ديت ان شاء الله هتلاقوها سهلة وبسيطة والكل هيعرف يعملها زي ما انتوا شايفين انا لسه بوزع وبساوي في الوش واشوف مسلا ايه مين الوش اللي ايه اللي مش عليه بازبطه زي ما انتوا شايفين كده الكيكة جهزت معانا كده وخرجت وخرجناها من التلاجة وعملت كريمة وانتوا عارفين الكريمة بتعملوها ازاي بتجيبوا كيس من اللي هو الكريمة الخفق اللي هو الكريم شانتي او مش عارف اسمه كده بتجيبوه بتحطوه مع نص كباية لبن وبتخفقوه على الخلاط وبعد جده تحطوه في التلاجة وازاي ينبراحتكم او الزينة اللي انتوا عايزينها تحطوها ولو هتسيبوه سادة برضو هيبقى حل شوفوا ما شاء الله الكيكة مفرغة ازاي وحلوة وهشة وطرية ما شاء الله عليها انا متأكد ان هي هتعجبكم ان شاء الله جربوها وقولولي رأيكم ايه شايفين ما شاء الله يعني الصورة بتتكلم ملاحة